أعلنت الشركة فايزر وجونسون أنت جونسون أنهما بدأت على غرار منافستهما مودرنال عمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضاد لكوفيد 19 تستهدف المتحورة أوميكرون في حال لم يكن لقاحهما فعالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس وقال ألبرت بورلا رئيس شركة فايزر لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب أفريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مقلقة وأضاف سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع وأوضح أنه إذا تبين أن اللقاح الحالي أقل فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاحا جديدة فقد بدأنا بالعمل عليه وقمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاحا جديدة وأكد بورلا أنه في حال استدعت الحاجة سيكون لدينا لقاحا جدي في غضون 95 يوما ترجمة نانسي قنقر